محمية الملك خالد الملكية محمية الملكية دوائر ومذيلات ومستوطنات حجرية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ كما تم أيضا العثور على نقوش قديمة بالقلم الثامودي تعود إلى الفترة الثامودية إلى جانب رسوم حيوانية لحيوان الوعد تعود إلى العصر الحجري الحديث ضمن أسبوع البيئة شاركت المحمية بهذه المناسبة وأطلقت بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عددا من غزلان الريم والمهل العربي بالمحمية تحت مسمى بيئتنا مسؤوليتنا وتأتي هذه المبادرة بهدف المحافظة على الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض من أجل تحقيق التوازن البيئي وضمان استدامة البيئة البرية المحلية محمية الملك عبد العزيز الملكية هي محمية طبيعية تقع في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية تضم روضتي التنهات والخفص والمناطق المجاورة لهم في مساحة تبلغ 15700 كم مربع تضم محمية الملك عبد العزيز ضمن حدودها روضة التنهات وهي أكبر روضة في المملكة من حيث المساحة تكثر فيها أشجار الطلح والسدر ونباتات الأقحوان والحذان والخزامة ويجري فيها عدد من الأودية وهي وادي الشوكي ووادي الطيري ووادي العتك ووادي الودي إضافة إلى روضة الخفص والمناطق المجاورة لها التي تعد بيئة طبيعية صالحة لإعادة توطين الحيوانات والنباتات البرية من خلال إدخالها ضمن إطار الحماية من الصيد والرعي الجائر والاحتطاف في المنطقة وزيادة الغطاء النباتي وحمايته وأنماء البيئة الطبيعية للحيوانات والنباتات والمحافظة عليها وإعادة التوازن البيئي داخل المحمية روضة التنهاد هي أكبر الروضات في الجزيرة العربية مساحة يصب فيها عدد من الأودية أهمها وادي الشوكي وهو أكبرها ووادي الطيري ووادي العتك ووادي الودي تكثر فيها أسجار الطلح والسدر وتنبد فيها الزهور في موسم الربيع كالأقحوان والحذان والخزامة تقع شمال مدينة الرياضة على بعد 185 كم وتحيط بها صحراء الدهناء من الشرق التاريخ لها ذكر في عدد من القصائد العربية القديمة والمعاصرة وكانت متنزها رسميا للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه وأبنائه من بعده محمية الإمام محمد بن عبد العزيز الملكية تقع محمية الإمام محمد بن عبد العزيز الملكية شمال شرق مدينة الرياض في الجزء الجنوب الغربي من صحراء الدهناء تبلغ مساحة المحمية 11300 كم مربع وتشمل روضة خريم ومركز غيلانة وكسر المزيرع والمناطق المجاورة لها كما تمتاز المحمية بوفرة الحياة الفطرية وتنوع الغطاء النباتي والتشكيلات الجيولوجية والبعد التاريخي وتمتاز بالقرب من مدينة الرياض وسهولة الوصول إليها بالإضافة إلى وجود المستوطنات السكنية داخل نطاق المحمية تتميز المحمية بموقعها الاستراتيجي بين أكبر التجمعات السكانية في المملكة العربية السعودية ويصل تعداد التجمعات السكانية للمدن المحيطة أكثر من 15 مليون نسمة وتبلغ المسافة بين مدينة الرياض ومدينة حدود المحمية أقل من 60 كم وتبلغ المسافة بين حدود المحمية الشرقية ومدينة الدمام أقل من 170 كم ترتبط مواقع المحمية المختلفة بشبكة طرق حديثة تسهل من الوصول إلى المدن والقرى الواقعة في المحمية كما تتوفر خدمات الاتصال والإنترنت في المناطق الرئيسية بين مدن والقرى والهجر مثل أرماح والرمحية والمسارع والغيلانة والسعد وشوية تعتبر المحمية موئلا لعدد من الكائنات الفطرية والنباتات الصحراوية والتشكيلات الجيولوجية وتعكس بيئة المحمية الصحراوية الخصائص الطبيعية لأحد أهم التشكيلات الجغرافية في الجزيرة العربية والتي بها عدد من الأودية والشعاب مثل شعيب الطوقي وغيلانة ووادي الخويش والثمامة كما يوجد في المحمية مناظر طبيعية تشمل الكثبان الرملية والروضات والأودية والمسطحات المائية في موسم الأمطار وعدد من الكهوف والدحول في حدود المحمية الشمالية وتشمل المحمية روض التخريم روض التخريم منطقة ذات طبيعة خضراء تبعد عن مدينة الرياض حوالي 100 كم شمال شرق مدينة الرياض على مقربة من مركز غيلانة في الطرف الجنوب الغربي من الدهنة تتبع إداريا لمحافظة الرماح تتميز روض التخريم بمساحاتها الخضراء الممتدة على مسافات كبيرة ويوجد بها ممرات مائية ويصد بها عدة سيور أهمها شعيب الطوقي وتمر عبرها مياه أودية عديدة مثل خويش وثيلان وثمامة كما تضم أحواض كبيرة لتخزين مياه الأمطار تبعد روض التخريم عن مدينة الرياض 100 كم وهي تقع شمال شرق الرياض وتتبع لمحافظة الرماح تتميز باتساعها على الطرف الجنوب الغربي من صحراء الدهنة ويبعد طرفها الشمالي عن رماح أقل من 15 كم بينما طرفها الجنوبي المسور يبعد عن طريق الدمام الرياض حوالي 30 كم عبر طريق ترابي وأقرب الطرق المعبدة إليها وطريق رماح الرياض الذي يتقاطع مع طريق الرياض الدمام تغطي مساحات الخضراء مسافات كبيرة جدا من الروضة وتتواجد في الروضة الكثير من المسائل مثل الثمامة وثيلان وخويش وتعتبر الروضة محمية طبيعية حيث تكثر فيها كثير من الشجار المعمرة والنادرة وكذلك الحيوانات البرية ويوجد في هذه المحمية العديد من الحيوانات الفطرية ويستطيع الزائر أن يراها مثل الرمم العربي والغزلان وكذلك طيور الحبارة والنعم والخيول العربية الأصيلة ومن نباتات المحمية فيها السدر والأرطة والطلح والعشر والعوسج والشيح والقصوم والحذان والربلة وغيرها من الأنواع الأخرى التي يتراوح عددها حوالي 120 نوعا من النباتات قامت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية بأعمال بحث وتوثيق المواقع التاريخية والأثرية لحمايتها وتأهيلها بمحمية الملك خالد الملكية وجزء من محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية حيث جرى خلالها اكتشاف مجموعة متنوعة من المواقع التاريخية والأثرية وتوثيقها وتمكنت من كشف ما يقارب 58 موقع أثري شمال الدوائر ومذيلات ومستوطنات حجرية كما تم العثور على منشآت مائية ونقوش قديمة بالقلم الثمودي تعود إلى المدة الثمودية المتأخرة في عام 22 تم إنشاء منصة العرمة الرقمية من أجل إصدار التصاريح والتراخيص للأنشطة البيئية بالمحمية بالإضافة إلى محمية الملك خالد الملكية حيث تم عرض الأنشطة السياحية من خلال المنصة كصعود الجبال والتنزه وكذلك الحصول على معلومات دقيقة عن الأنشطة والفعاليات المقاومة داخل حدود المحميتين تم بحمده تعالى